وأضاف مدبولي أن الدولة تشارك في القطاعات المهمة لدعم الاقتصاد ولفت مدبولي إلى أن هدف وثيقة ملكية الدولة هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد لتنظيم العلاقة في الأنشطة الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص هدف الوثيقة مش عشان زي ما شريف بي قال شريف سامي إن ما تفهم يبني ما يفهمش في الرأي العام إنها الدولة بتبيع أصولها خالص هو هدفها وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد ويبقى كل الناس عرفاه اللي من خلاله بينظم العلاقة في الأنشطة الاقتصادية ما بين الدولة والقطاع الخاص وهو ده اللي أعتقد أي واحد مستثمر سواء في الداخل أو الخارج عايز يعرفه في أي دولة جاي بيستثمر فيها النقطة الأخرى وهي المهمة طيب إحنا كدولة بنقول والله عندنا بعض الشركات والمساهمات اللي إحنا شايفين إنها في قطاعات إحنا مش يعني كدولة شايفين مش لازم يبقى أن تواجد فيها على المدى المتوسط وبالتالي طرحنا هنا عشان برضو تبقى واضحة للمواطن البسيط كلمة تخارج مش معناها إنها بيع لإن يعني بعض الناس روجوا معناها إن الدولة بتبيع أصولها لا ترجمة نانسي قنقر